مجموعة قرارات احتمدتها وزارة التربية تتعلق بموضوع امتحانة المراحل كافة للعام الدراسي الحالي خاصة للصفوف المتهية التي تم البت بها أما غير المتهية فإنها ستحسم عقب إكمال المناهج الدراسية عن طريقة تعليم الألكتروني من يضع الأسئلة هي لجنة هناك لجنة من المعلم وكذلك المعاون أو مدير المدرسة في وضع هذه الأسئلة ويتم التصحيح أيضا داخل المدرسة بخمسة مواد المواد الخمسة التي أدى فيها اختبارات نصف السنة سيؤدي فيها اختبارات نهاية السنة فيما كان الامتحان للصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي امتحانات وزارية وفيما يخص المراحل غير المنتهية سيكون البت بهذا الموضوع لحين إكمال المناهج إلى الأول من تموز إكمال المناهج الدراسية عن طريق التعليم الألكتروني عبر المنصات الألكترونية أو مواقع التواصل المتاحة وكذلك التلفزيون التربوي أطراف نيابية ونقابية أكدت من جانبها ضرورة وضع خطة ستراتيجية لعادة واقع التعليم إلى مساره الطبيعي لما تسبب به النظام الحالي من إرباك واضح في مسألة رصالة وسير العملية التربوية بشكل عام بحسب حديثهم الموقف الوبائي في العراق مشجع نوعا ما على أنه تعاود بعض النشاطات المدرسية الحضورية سواء على مستوى الطلبة طلبة المدارس أو على مستوى الكليات ولذلك على أقل التقادير يعني الامتحانات الحضورية هذه أيضا سابقا كان هناك تجارب في هذا العام وأيضا في العام السابق حقيقة ما يخص مستقبل العملية التربوية وفي ظل جائحة كورونا يجب أن يكون هناك خطة ستراتيجية تضع من الآن من قبل وزاة التربية لأنه كثير من القرارات المستعجلة أو كمعالجات هي لم ترضي الجميع ولذلك اليوم بصراحة العراق يحتاج إلى العملية التربوية مراجعة سريعة خاصة في ظل الجائحة وخاصة اليوم العملية التربوية هي في انحدار مستمر لأسباب ذكرناها سابقا ومنذ ظهور جائحة كورونا في العراق حتى اللحظة فقد كيفت وزارة التربية خططها التعليمية في مساء اليام الدوامي ودمج التعليم ما بين الورقي والألكتروني عباس نعمة العراقية الإخبارية بغداد